بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الرسالة هي رسالة لي ولكل من يسمعني ماذا للميت إذا مات علينا من حقوق للميت حقوق عظيمة نبرها به بل أعظم بر تبر والديك به هو بعد الممات ليش؟ لأنه أخلص عمل تعمله أنا لما تكون أمي موجودة أو أبي موجود على قيد الحياة ويطلب مني طلبا يمكنني أجامل يمكنني أعمل تقديرا له لكن بعد مماته ما بين أعمله لله سبحانه وتعالى من أجله فهو من أعظم وأخلص الأعمال لله سبحانه وتعالى وهذه الأعمال تتلخص في أمور أقولها الأول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يأتي أهل القبور إلى ربهم ويقولون ربنا إن قطعت أعمالنا أنت ترفعنا درجات عولى فبأي شيء ترفعنا؟ قال صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى باستغفار ابنكم فلان ابن فلان ابن فلان لكم فلذا أول شيء للوالدين الاستغفار لهما لا تسلم من نافلة أو فريضة أو تستغفر لنفسك إلا أدخلت والديك لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لي ولوالدي ووالدي والدي مرة من المرات قلت بشوف إجبار ذا قديش يجيه من الاستغفار فوجدت شيء عجيب لما كل واحد من عائلتنا يقول اللهم اغفر لي ولوالدي والدي والدي كلها تذهب إلى إيش؟ إلى آدم فتصيب المسلمين من ذرية آدم والكفر ما لهم شيء فكل من مات على لا إله إلا الله تصيبهم هذه الدعوة المغفرة علاوة على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من استغفر لمؤمن فله حسنة تخيل كم من المسلمين من آدم إلى الآن آلاف مليارات تأتيك بس تقول اللهم اغفر لي ولوالدي ووالدي والدي ووالدي والدي والدي قم أرح شيء عجيب من الحسنات أولا تصل والديك وتصل والدي والديك وتصل كل من دعوت له وتأخذ على كل واحد من هؤلاء حسنة اضرب كم مات من المسلمين من آدم إلى الآن تجد أعداد ليس لها أول والآخر فلذا يجب أن لا نحرم أمهاتنا وأبائنا من هذا الخير العظيم الأمر فلذا أي مكان أو زمان وخاصة في الصلوات قبل أن تسلم من الصلاة أو أن تساجد في أحد السجدات أو قبل أن تسلم من التحيات وأنا بقول السلام عليكم اللهم اغفر لي ولوالدي ووالدي والدي وممكن أقول اللهم اغفر لأمي سارة اللهم اغفر لأبوي عبد العزيز ووالديهم ووالدي والديهم والمسلمين أجمعين هنا ضميت شيء عظيم ليس له شيء ما تتخيل من الحسنات بكلمة هل هي صعبة؟ لا إذن هذا أول حق لهم أن أحرص على الاستغفار لهم وليس كما يفهم العامة يقول لا أستغفر أستغفر الله وتوب لي أستغفر الله وتوب لي أستغفر الله وتوب لي مئة مرة يقول اللهم اجعلها لوالدي ليس هذا المقصود المقصود أن تستغفر لهم كما تستغفر لنفسك الأمر الثاني وهي أمر مهم جدا سعد بن معاد رضي الله عنه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أمي ماتت ولم توصي أأتصدق عنها؟ قال نعم وعليك بالماء الواحد مننا ممكن يتصدق براتبك كله براتبك كله نعم براتبك كله كيف؟ الأمر سهل أم محمد قالت لي وانت جاي للبيت جب لنا حليب وجب لنا كذا وجب لنا صامولي وجب لنا وجب لنا وأنا أبا سلم القروش راعل بقالة إلا الراعل ذا أقول لها اللهم اجعلها صدقة على عيالي وعلى الشغالة وعلى السواق وعلى من يأكل منها لأمي سارة وأعطيه القريشات وكتبت مصر مصر ما ضرني شي خدت عيالي على البحر وكلت لهم همبرغر ومربرغر وعطيتهم اليابون وأنا أشوفهم يضحكون ويتونسون وأنا حاسب اللهم يا رب اجعلها صدقة عليهم عن والدي أو عن أمي أو عن أبوي أو عن والدي والدي فلا تبخل فكذا راتبك اللي أنت تاخذه في ليساتك اللي أنت تاخذها راتبك الشهري تبرعت تصدقت به جميعه إلى على والديك من غير أن تخسر شيء فليش هن نضيع فرص هذه فرص عظيمة ليش نضيعها وهم في حاجتنا وهم أعمالهم انقطعت ونحن ما زلنا نعمل من فضل الله سبحانه وتعالى الأمر الثالث إذن قلنا الاستغفار قلنا الصدقة الأمر الثالث الدعاء لهما أخواني مجرد أني أدعو ربي خاصة في ساعات الإجابة قبل صلاة المغرب من يوم الجمعة قبل الفجر قبل في التحيات في أي مكان فيه إجابة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث واحد منهم ابن صالح يدعو له الرابع الرابع طريف وضريف وجميل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد أن يزور أبا في قبره يعني يجلس مع أبوه يسأل هو إياه في قبره فليزور أخو أبوه عمته عمه إذا كانت أم خالة خالته وأنا بروح الخالتي بعد ما تموت أمي من باب التقديري لأمي ومن باب حق خالتي عندي حقين الأنصار فكأني رايحي لأمي والذهاب إلى الأم والأب السعي إليهما أجر عظيم جدا من أعظم الأجور وهو بعد السعي إلى الله سبحانه وتعالى في المساجد وفي أمور الخير بعدها على طول فأنت خيل إن أمك وبوك ما ماتوا إذا ذهبت الخالق أو خالق كأن أمك وبوك ما ماتت وأخذت أجرهم فمن أراد أن يزور أباه في قبره فليزور أخو أبوه الأمر الخامس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يبر أمه عليه أن يبر أباه فعليه أن يبر ود أباه وفي قصة جميلة عن ابن عمر رضي الله عنهما كان ابن عمر في حلقة عظيمة يدرس في المسجد النبوي فلمح لمحة خفيفة كذا إعرابي فترك الدرس راحله وخلع بردته ولبسها إياه وجاء رجع الدرس فقال له نافع تلميذة غفر الله لك هؤلاء بادية لو أعطيتها درهم ولا درهم يعني كفته قال إنه كان يحب عمر إنه كان يحب عمر فلذا إذا أمك عندها صديقات لا تنساها من هدية طبعا قد يكون بعض الناس امرأة هنا ولهم محرم لي حكنا لك أقعد معها طق الباب بالميكروفون ممكن أم فلانا أكلمها هلا خالة شلونس عساس طيبة بشرين عنس عساس بخير والدتي رحمها الله كان لها صديقة صديقة الروح وماتت قبلها فجاءني أحد أبنائها في المسجد قدرا كذا ليس لغرض لاي غرض المهم أني قلت له ليش ما تجي لأمي فكأن استكبرها يعني أجي الحرمة يعني قلت أمي مع أمك وبتفرح بك ويجي مع أخوانك وخواتك وتعالوا وطبوا على أمي طب المهم فعلا ناقشوها على مستوى القمة ما درات أمي إلا هم طابين عليها قاعدت أمي فرحانة بها يعني أشهر وقاعدوا معها وتعشوا معها وسوربهم إياها وقاعدوا ذيك الليلة فلما رأاني ابنها بعد فترة قال زاك الله خير يا أخي كأننا قاعدين مع أمي فليس عيبا أنك تروح تطرق باب صديقة أمك وليس عيبا إذا رحت مكة إذا رحت مشوار إذا رحت مكان فيه عود وطياب يجيب لك ربع كيلو كيلو نص كيلو على قدر قروشك اللي معك وعلى قدر محبة أمك صديقات أمك ود أمك أمك تحب وتقدر حرمة تقدر واحد من عيال عمها ولو أنك ما تحبه المهم أمي تقدره أبوي يقدر له واحد في قيل دم ما عنده سالفة لكن أبوي أنا بروح له علشان أبوي فلذا هذا التجرد هو البر أنت ما رحت إلا عشان تبر وذي مهمة وهذا الأصل الأمر السادس والأخير وهو مهم جدا وأنا أشبهها أشبهها بالسبحة الأم كالسبحة إذا فرطت العائلة شوي يعني تهتز فلذا مهم جدا أن تجمع هذه العائلة وأن تبقى كأن أمك موجودة تحافظ على كيانها تلقط تتبع أخواتك لأن أمك وش كان شغلتها قلت شلون أنت يا فلانة عشان طيبة شلون رقل شلون ذا هذه الكلمات ستفقدها أخواتك من الذي سيقوم بها أنت وجمع العائلة بعد موت الوالدة مهم جدا أن تتأكد أن العائلة منضبطة ودائما خلك أنت الضابط لا تقول أنا أصغر واحد القضية البر والعبادة ليس لها دعوة بالعمر فلذا كن ذكيا وحاول بقدر الإمكان أن تحيط بكل هذه الأمور هذه يعني حاولت أني ألم موضوع مهم جدا وهو البر البر للوالدين بعد الموت وأسأل الله أن يغفر لأمي وأمهاتكم وخدمة لهذا الدين العظيم اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلى أن أستغفرك وأتوب إليك وصلوا وسلموا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر